وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم صلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أن طهر بيتي للطرائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أغضره إلى عذاب النار وبئس النصير جعل الله الكعبة البيت الحرام قيام للناس والشهر الحرام والشهر الحرام والهدي والطلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاو والله يعلم ما تبدون وما تكترون